الرئيس الفرنسي مانويل مكرون يجدد دعم بلاده لرئيس حكومة الوفاق الوطنية ليبيا فايز السراج بيان لرئاسة الفرنسية صدر عقب اجتماع مكرون والسراج بباريس جدد دعم فرنسا للسراج ودعوته لوقف اطلاق النار بلا شروط في المعارك الدائرة منذ الرابع من أبريل المنصرم بعد شن المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على ترابلس الرئيس الفرنسي اقترح أن يتم تحديد خط لوقف اطلاق النار بإشراف دولي لتحديد إطاره بدقة خلال هذا الاجتماع اتفق الجانبان على أهمية توسيع الحوار وتعميقه مع مجمل مكونات الأمة الليبية بما في ذلك المجتمع المدنية ويأتي هذا الاجتماع بعد اتهامات وجه السراج الذي يرأس الحكومة المعترف بها دولياً في الأيام الأخيرة لفرنسا بدعم المشير حفتر واستهدف لقاء باريس خصوصاً توضيح انتقادات ترابلس التي تعتبرها باريس غير مقبولة ولا أسس لها بشأن دعم مفترض لحملة حفتر وكانت حكومة السراج قد عبرت عن رفضها لأي اتفاق قبل انسحاب قوة مشير حفتر إلى المواقع التي كانت فيها قبل الهجوم مع ترجمة نانسي قنقر